استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم البطريارك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريارك أنطاكيا وسائر المشرق للمراونة وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان والتأكيد على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ووزير الخارجي عادل الجبير ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان